هذا ما تأمات؟ حتى الحيوانات لم تسلم من حصار طالت يده البشر والحجر والشجر حيوانات الحديقة المحلية في مدينة تعز تواجه الموت البطيء أمام عيون حراس لا حول لهم ولا قوة بسبب الجوع والعجز عن علاج جراحها في صورة أخرى لمعاناة هذه المدينة المحاصرة جراء حرب قارب عامها الأول على الاكتمال الفهود العربية والأسود تسقط ميتة بعد أن ينال منها الجوع ويسمح مشرفو الحديقة لبعضها بالتهام الميتة من رفاقها أو أي شيء يساعدها للبقاء على قيد الحياة عدد الموظفين في الحديقة خفض إلى 17 موظفا لم يحصل أي منهم على راتبه منذ أشهر يتحدث متطوع في الحديقة قائلا إن الحيوانات كانت تتناول الطعام يوما وتبقى بدون طعام لخمسة أيام وأنها تنزف دما وتعاني الجوع وتقتل بعضها بعضا في وقت سابق نشر ناشطون صورا للحيوانات على وسائل التواصل الاجتماعي كتبوا أمامها ساعدوا حديقة حيوان تعز الحيوانات تتضور جوعا سمع النداء بعيدا في مالمو بالسويد حيث حركت المشاهد قلب تشانتال عاشقة الحيوانات فبدأت بحملة لجمع تبرعات على الأنترنت من أجل إنقاذ الحيوانات في الحديقة بمدينة تعز أثمرت مساعد تشانتال فجمعت قرابة 33 ألف دولار خلال أقل من أسبوعين تم تقديمها لدفع رواتب الموظفين وإطعام حيوانات الحديقة وعلاج جراحها